قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوين اخبار اليوم اشبيليا يستجب لرغبة يوصف انصير في المركات الشتوية مورينيو يفاجئ حكيم زياش ويصدمه بتصريح جديد الجامعة تخطف لعبا جديدا من المنتخب البلجيكي والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار اشبيليا يستجب لرغبة يوصف انصير في المركات الشتوية استجب نادي اشبيليا الاسباني لقرار النجم المغربي يوصف انصير في المركات الشتوية الحالية الذي سينقضي مع ما تم الموسم الجارية واجمع تقارير صعفية فرنسيا واسبانيا على غرار صحيفة الديوس ماركو الاسبانيا الننصري حسم قراره واختار الانتقال الى نادي نيسا الفرنسية وتابعت ان المغربي فضل نيسا على الانتقال الى فريق ويستهام يونايتد الانجليزية وهو ما استجبت له ادارة الفريق الاندلوسية بالتفاوض مع الفريق الفرنسي الذي قدم عرضا يعادل 20 مليون يورو ويحتمل ان ينال نيسا موافقة اشبيليا على الصفقة خلال الساعات القادمة في ذل رغبة الفريق الاندلوسي في الاستغناء عن المهاجم المغربية مقابل تمويل صفقة قوية يرغب في انجازها خلال الميركات الجارية وكان ويستهام يونايتد سباقا للاهتمام بن ساري بيد ان اللاعب رفض جميع الورد التي توصل بها من الفريق الانجليزية مقابل موافقته على الانتقال الى نيسا مورينيو يفاجئ حاكم زياش ويصدمه بتصريح جديد علق البرتغالي جوزي مورينيو مدرب فريق رمو الايطالي على الاخبار التي ربطت النجم المغربي حاكم زياش ورغبة فريق الدئاب في ضم خلال فترة الانتقالة الشتوي الحالية ونفى مورينيو في حديثه لشبكة دازن الالمانية اهتمام الفريق الايطالي بضم حاكم زياش من شيلسي في الميركات الشتوي الجارية وقال مورينيو رأيت وسائل الاعلام تذكر اسماء حاكم زياش وجيراد دولوفيو لعب اودينيزية لكننا لا نفكر فيهما لانني لا اعتقد ان اي شيء سيحدث مع نيكولو زانيلو وسيبقى مع المجموعة وكان فبريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المختص بالانتقالات قد اشار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الى ان الزياش لديه فرصة لرحيل عن البلوز خلال الانتقالات الشتوي الجارية يشار الى ان عقد الزياش مع تشيلسي يستمر حتى صيف عام 2025 ولا يبدو ان غراهام بوتر يعتبره جزءا من مخططته طويلة الامد مما قد يسهل رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالية الجامعة تخطف لعبا جديدا من المنتخب البلجيكي نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اعادة مهدي بو كاميرا مدافع شارول البلجيكي لكرة القدم للدفاع عن الوال منتخب المغربي في افق ضمه الى الصف في منتخب اقل من 23 سنة بعد ان حمل الوال منتخب بلجيك تحت العشرين سنة في العام الماضي علما ان اللاعب خاض تجمعا تدريبيا في العام 2020 رفقة المنتخب المغربي للناشئين وحسب مصدر المسؤول فان الادارة الفنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت توجيه الدعوة الى بو كامير لتعزيز صف في المنتخب المغربي الولمبية خلال المعسكر الاعداد المقارر شهر مارس المقبل تزامنا مع فترة تواريخ الاتحاد الدولي للمباريات الدولية ضمن استعدادة اشبال الاطلس لنهائية كأس افريقية لأقل من 23 سنة التي سيحتضنها المغرب نهاية العام الجارية وهي نهائية المؤهلة الى اولمبياد باريس 2024 وسيكون معسكر مارس فرصة لعصام الشرعي مدارب المنتخب المغربي الولمبي لاستدعاء اللاعبين المحترفين في اوروبا بعدما تعذر عليه ذلك في المعسكرات السابقة التي اكتفى خلالها بتجميع اللاعبين الممارسين في البطولة الاحترافية لصعبة ترخيص الاندية للاعبها المنتزمين بالدوريات الاوروبية من جهة ولرغبة المغرب في المشاركة في بطولة افريقيا للمحليين الجارية حاليا بالتزائر من جهة اخرى قبل اعلان تعذر المشاركة فيها وتوصلت الادارة التقنية المغربية بتقرر ايجابي عن بوكامير مدافع شارلو بعدما انقض على رسمي داخل ناديه في الخمس مبارئة الاخيرة من الدورة البلجية الممتاز وقدم اداء جيد شفع له ليكون حاضرا في التشكلة المثالي للجولة العشرين من الدورة الممتاز الى جانب مواطنه اسماعي القندوس الذي من المنتظر ان يحضر بدوره في التجمع المقبل للمنتخب المغربي وفي السياق ذاته تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها بعدد من اتحادات كرة القدم الافريقية لترتيب تنظيم مبارتين وديتين لاشبال الاطلس في المعسكر الاعداد المقبل الذي استيعرف حضور المحترفين للوقوف على مؤهلات لعب اوروبا بعدما اخذ الشرع فكرة كافية عن لعب البطولات الاحترافية من خلال المعسكرات السابقة اذ يرغب الطاقم الفني للمنتخب الاولمبي في خوض المبارتين الوديتين في المغرب على اعتبار ان بطولة افريقيا لاقل من 23 سنة ستنظم بالمغرب شهر نومبر المقبل نابولي يلعب ورقته الاخيرة للتعاقد مع اوناحي خلال المركات الشتوية يلعب نادي نابولي الايطالي لكرة القدم وورقته الاخيرة للتعاقد مع الدولة المغربية عزدين اوناحية من ناديها اونجا الفرنسية خلال فترة الانتقالة الشتوية الحالية بعدما دخل في مفاوضات مع اللاعب وناديها منذ فترة طويلة وحسب صحيفة كويريد الاسبورة الايطالية فان ادارة نابولي تقوم بمحاولة اخيرة للضفر بخدمة عزدين اوناحي قبل نهاية المركات الشتوية في الثامن من فابراير المقبل واضح حدث المصدر ان مسؤولي نابولي يعملون على اقناع نضرائهم في اونجا الفرنسية بتسريح متوسط ميدان اسود الاطلس حيث قدم ممتل جنوب الايطالية عرضا بقيمة 20 مليون يورو واشردت المصدر الى ان نابولي قد يحسم صفقة اونحي ويتفق مع اونجي على الاحتفاظ باللاعب الى نهاية الموسم على سبيل الاعارة وقالت الصحيفة الايطالية ان اونحي اعظم وفقته الاولية للانتقال الى نابولي في الصيف المقبل في حين ان ادارة اونجي لم توافق بعد على بيع عقد اللاعب يشار الى ان ادارة الفرق الفرنسي تسعى لتحقيق اكبر استفادة مادية ممكنة من بيع عقد عزدين اونحي الذي يعد احد ابرد الاسماء التي تألقت في النسخة الماضية من نهائية كأس العالم قطر 2022 واشردت المصدر الى ان نابولي قد يحسم صفقة اونحي ويتفق مع اونجي على الاحتفاظ باللاعب الى نهاية الموسم على سبيل الاعارة وقالت الصحيفة الايطالية ان اونحي اعظم وفقته الاولية للانتقال الى نابولي في الصيف المقبل في حين ان ادارة اونجي لم توافق بعد على بيع عقد اللاعب يشار الى ان ادارة الفرق الفرنسي تسعى لتحقيق اكبر استفادة مادية ممكنة من بيع عقد عزدين اونحي الذي يعد احد ابرد الاسماء التي تألقت في النسخة الماضية من نهائية كأس العالم قطر 2022 اليكم مشاهدين اهم عنوين اخبار اليوم اشبيليا يستجب لرغبة يوصف انصير في المركات الشتوية مورينيو يفاجئ حكيم زياش ويصدمه بتصريح جديد الجامعة تخطف لعبا جديدا من المنتخب البلجيكي والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زيال الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد الاخبار قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة بجاب الفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار